خلينا في النجاحات عايز اخدكم واروح معاكم الى فرنسا تحديدا الى كان مهرجان كان السينمائي في دورته الرقم 75 احنا عارفين ان كان عنده مشكلة كبيرة بقاله سنتين بسبب كورونا وكان بيطلع افتراض دي وما كانش محقق طبعا النجاح العظيم بتاع كان لما تروح كان وتحضر المهرجانات كان مدينة صغيرة في الجنوب الفرنسي زي شرم الشيخ كده وتبقى المدينة كلها بتتكلم سينما يعني كل المكان ده اللي بيحضر فيه المهرجان الناس كلها في الشوارع وعلى الكروزات وكله بيبقى مهرجان كان المهرجان السيندي في دورته 75 الحقيقة النجم العالمي توم كروز بياخد جائزة السعفة الذهبية الفخرية وذلك قبل عرض فيلمه توب جان وطبعا الفيلم ده الحقيقة فيلم من الافلام المهمة وبيطلع فيه ضابط للقوات الجوية وبيقدم الحقيقة فيه دور اعتقده دور مهمة ولما الفيلم هيبقى موجود الناس هتبقى سعيدة به مشاركة توم كروز في المهرجان بتعد المرة الاولى بعد 30 عام من الغياب يعني ما كانتش موجود في كان وده قعد فترة طويلة المهرجان بدأ طبعا يوم 17 وحيستمر حتى 28 وطبعا المهرجان لما بيبقى موجود في كان بيبقى مش بس مهرجان مجرد حضور الاحتفال للافتتاح والختام ولكن كمان بيبقى فيه ندوات وفيه تكريمات وفيه يعني بيبقى زي مؤتمر للسينما كبير يعني وزي ما انتم عارفين كمان انه المهرجان يعني الحضور اللي انتم شايفينه ده حضور كبير جدا بعد سنتين من الاضطرابات اللي موجودة واللي كانت طبعا عارفين ان هي خاصة بسبب طبعا وباء كورونا المشاهد اللي بتشوفوها دي للفيلم بتاع توب جان اللي بيعمله توم كروز الحقيقة توم كروز بيحب ينوع نفسه طول الوقت وانا شخصيا عايز اشوف الفيلم ده لانه بيطلع قائد من القوات الجوية وبيحقق حاجة يعني فيها تميز وفيها مجهود كبير جدا وتوم كروز لما بيقدم فيلم بيبزل مجهود كبير جدا انا فاكرة فيلمه اللي يعني لسه ما فاتش عليه كتير اللي هو كان عامل مجهود كبير قوي يعني مش بس بيبقى بيحضر نفسه للفيلم ولكن حتى بيعلي اليقته فما بالك هنا طالع ضابط في القوات الجوية اعتقد ان هو بزل مجهود كبير جدا الجايزة اللي اخدها او السعفة الزهبية يعني الجايزة الفخرية اعتقد ده عن مشوار كبير جدا لتوم كروز وواضح انه يعني فيه تصفيق كبير جدا وزي ما انتم شايفين يعني كل اللي انتم شايفين والناس قاعدة بتتابع طبعا اللي حصل في كان وكان كمان على فكرة من المهرجانات اللي بيبدأ بالنهار يعني لما تروح كان ما بيبدأش ليل هم بيحبوا يبدأوه بالنهار وما بيدخلوا لحد القاع يحضروا الاحتفالات ولكن الريد كاربيت والدخول على السجادة الحامرة وكل ده بيبقى موجودة علشان تقدر كل وسائل الاعلام تصور النجوم والنجمات بشكل كبير والحاضرين لو انت موجود في كان وقاعد حتى على قهوة على الكروازات او موجود في مدينة كان ممكن او يتقابل توم كروز او تقابل حد زي مثلا الحاضرين بقى اي ان كان بقى مين من النجوم الموجودين برادبيرت نيكول كيدمن اللي بيبقى موجود وحاضر بيبقوا موجودين عادي جدا على المقاهي لان الحقيقة المدينة صغيرة والناس بتحب تبقى موجود زي ما انتم شايفين اسم توم كروز موجود على الشاشة وواضح انه تكريم كان عبارة عن كلمة او ايضا ممكن يكون فيه ندوة او فيه ايضا تكريم خاص به جدا مهرجان كان من المهرجانات المهمة وان الحقيقة السينما كانت يعني فيها نوع من انواع الحزن اوي لما توقفت المهرجانات علشان كورونا ولكن العودة الى الحياة والعودة الى ان تدور عجلة السينما من جديد في كل مكان ده اجمل شيء